برغم الرحيل هنقول أسامي كتير النهاردة هركز على اسمين كلنا منعشق فنهم طبعا الرائعة فتن حمامة وقادن الرائعة مجدى الصباحي لاثنين من موليد 1931 في شهر مايو توردوا في نفس السنة وفي نفس الشهر رحلت فتن حمامة 2015 في شهر يناير ومجدى الصباحي رحلت 2020 أيضا في شهر يناير برغم الرحيل وهذه السنوات لكن فاكرينهم وعايشين معنا نسعد بكل عمل اليوم يورد في التلفزيون أو نتكلم عنه فنتذكر تفاصيل هذا العمل بكل الذكريات المرتبطة به نتذكر أكتر وأكتر أن هم كانوا حرسين يقدموا قيمة جوه كل عمل فني قدموا تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع هتكون معظيف متقلق معي على الهوى إن شاء الله رح ويهو معي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبدالخالق صباح الخير صباح الخير أستاذ محمد يعني حاجة طبعا متشاركنا الرأي أنه رحيل الفنان مش معناها رحيل فنه أبدا بالعكس ممكن فنه يتأكد أكتر بالضبط كده لا يعني الفنانين يعني ما بيرحلوش لا يغيبو زي ما بنقول ممكن يسيبنا بس بجسمه إنما بيفضل معنا بإبداعه وبيفضل معنا بالقيمة اللي بيسيبها لنا تتورسها الأجيال خاصة لما نكون بنتكلم عن قامة وقيمة كبيرة زي الفنانة فاتن حمامة والفنانة مجد الصباح ما كانوش مجرد ممثلات بيقدموا أدوار إنما نحن نقدر نقول عليهم إنهم كانوا مشاريع فنية متكاملة طبعا يعني ذكرى فاتن حمامة غدا وذكرى مجد الصباحي النهاردة هما الاثنين الحقيقة مشوارهم كان متوازي مع بعض أو متواكب في نفس السنوات تقريبا يعني شاركوا بعض الفيلمين في السينما وكان ده في أول خمسينيات وبعد كده كل واحدة انطلقت في مجال ولكن حرسين على الاشتراك في حاجة واحدة بس كل فيلم قدموه في السينما كان بيحمل رسالة ومضمون وقيمة أخلاقية عالية جدا نقول إيه على هذه المنطقة بالضبط يعني أنا عايز أقول بس إن فاتن حمامة بدأت تقريبا قبل الفنانة مجد بحوالي من عشر إلى 11 سنة لأن احنا عارفين هي بدأت طفلة في سن ست سنوات طبعا مع الفنان محمد عبدالوهاب والمخرج محمد كريم سنة 1940 ومن 1940 لحد 1949 كانت قدمت حوالي أربع أفلام وكان 49 تحديدا قدمت بطلتين في فيلم اليتيمتين وست البيت 49 هو السنة اللي بدأت فيها الفنانة شادية مشوارها الفني في فيلم الناصح مع اسمعين ياسين فلما نجي نتكلم بقى عن الفيلمين اللي حضرتك ضربت بيهم المثل أنا بنت ناس والفيلم التاني اللي هو لحن الخلود سنة 51 و 52 مع فريد الأطرش لحن الخلود مع فريد الأطرش بنت ناس كان مع محسن سرحان وشكر سرحان الفيلمين دول كانوا يعتوروا من البدايات الأولى للفنانة مجدة الصباحي لكن هم في الحقيقة كانوا بطولة للفنانة مجدة لأنها كانت رغم أن هم سن واحد لكن الفنانة مجدة كانت سابقة بحوالي عشر سنين حتى هنخب بالنا في فيلم أنا بنت ناس هي كانت الفاتن حمامة هي بطلة الفيلم هي اللي بيدور حواليها الأحداث الفيلم بالكامل وكانوا المفرقة أن مجدة وفاتن حمامة في الفيلمين كانوا شقيقتين كانوا طالعين أختين وفيلم لحن الخلود نفس الموضوع فاتن حمامة كانت بطلة قدام فريد الأطرش رغم أن كان معها الفنانة مديحة يسري وكانت سبقها في النجومية لكن حتى من المذكرات فاتن حمامة قالت أن فريد الأطرش ساعتها استغرب جدا وانفعل وقال لها أنت إزاي تغذي فلوس أكتر يعني يكون الفلوس بتاعتك التعاقد بتاعتك أكتر من مديحة يسري فده بيوصل لنا بيفهمنا قد إيه كانت فاتن حمامة سبق في الفترة دي الفنانة مجدة